موسيقى موسيقى الوزارة في بيان أنها تم فحص موقف الطالبة شروق أحمد وخمسة من زمالائها ومشرفة المدينة الجماعية وأحد الأصدقاء الطالبة المنتحرة نيلة صلاح الزخبي حسب وصف وزارة الداخلية أضافت الداخلية أنها تعد الآن ملفا شاملا بكل التفاصيل الواقعة لعرضه على النيابة العامة كما أعلنت الوزارة إقاف والد الطالبة شروق الذي يعمل رائد شرطة حتى انتهاء التحقيقات حرصا على نزهتها هنا في هذا المكان نحن قريبين من مدينة دميات الجديدة التي تسكن فيها طالبة شروق الطالبة بجماعة العريش زميلة الطالبة المنتحرة نيرا الزخبي كشفت مصادر مقربة من الطالبة نيرا الزخبي طالبة العريش تفاصيل جديدة بخصوص هذا الحادث في الفرقة الأولى من كلية البطاري بعد تعرضها للابتزاز على خلفية الابتزازة عن طريق صور وفيديوهات استطاعت شروق أن تأخذها على الطالبة شروق أثناء الطالبة نيرا وأثناء ما كانت في السكن الجامعي لها في العريش أثناء استحمامها في السكن الطالبة إحدى شركات شروق في نفس السكن هي المسؤولة عن التصوير قالت مصادر من داخل السكن الجامعي الذي كان يجمعهم في مدينة العريش أضافة المصادر في التصريحات الخاصة لتريجراف مصر أن البنت كانت ملمة هي خلال الخمس أيام بكل التفاصيل والصور وتم تهديد الطالبة نيرا بهذه السور أضحة مصادر أخرى في السكن من المشرفين أن هناك كانت تنبيهات من الجامعة بعدم إدلاق بأي تفاصيل خاصة بهذه الوقت مما أسعار الجدل والشكوك حول الطالبة شروق تحيقات كثير بتتم في هذا الصدد وهذا الموضوع ولكن الدخلية بعد صدور هذا القرار منذ قليل أنه يتم إعداد ملف شامل بكل تفاصيل الوقت لعرضه على النيابة العامة وإقاف والد المتهمة شروق وهو يعمل رائد شرطة عن العمل كل زميلات طالبة نيرا وأرايبها وكل من تحدث في هذا الموضوع قالوا أن الطالبة نيرا كانت حسنة الصمع وكانت طيبة وتحفظ الكرآن وملتزمة بالصلاة ولكن هما تمكنوا من أن شروق تصورها وآخر من ضمن الخمسة يبتزها بطرق غريبة جدا زي ما حضراتكم سمعته خلال الأيام الماضية خمسة أيام مروا على هذا الحادث ولكن كل يوم الموضوع بيزيد بتفاصيله وكل مصر حزينة على هذه الوقت وعلى هذه الطالبة يعني لسه في بداية عمرها وتبتز بهذا الشكل السيء طبعا تفاصيل كتير بنعرفها من مصادر قريبة من الطالبة سواء من أقاربها أو زميلتها داخل السكن أو في الجامعة كل التفاصيل بتؤكد أن تم عمل جروب على الواتساب لابتزاز الطالبة ونشر الصور التي استطاعت شروق أخذها من المسكن أثناء استحمام نيرا مما أثار ضغط نفسي كبير على نيرا لحد أن قررت أن تنتحر نهاية مأساوية لطالبة قد تكون ليست عندها خبرة كبيرة أن تبلغ وتاخد إجراءات قانونية ضد هذا الابتزاز ولكن اللي حصل أنها انتحرت بالشكل اللي حدركه سمعتوه على مدار الخمسة أيام اللي فاتت وطبعا أثار الجدل واسع على السوشيال ميديا بكل المواقع طبعا كل المواقع بتتكلم وكل الناس بصفحات السوشيال ميديا بتتكلم عن الموضوع وعن التفاصيل الجديدة ولكن الداخلية النهاردة أصدرت هذا البيان البيان فيه تفاصيل كثير ولكن أبرز ما تم الإعلان عنه هو إقاف والد شروق عن العمل وفحص موقف الطالبة شروق زي ما حضرتكم سمعتم معاين هناك ملف كامل بكل التفاصيل يعد من قبل الداخلية لعرضه في أقرب وقت على نيابة العامة لكشف المنابسات وقاعة الانتحار كما جاء موضحا في هذا البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية كل الناس دلوقتي بتتابع كل حزن في الشارع المصري بكل محافظات مصري مش بس في العريش والزملاء ولكن هنا كمان في محافظة دمياط حيث تسكن الطالبة الشروق كل الناس عندها فدول تعرف إيه اللي كان وراء الطالبة شروق إن هي تقدر تاخد مثل هذه الصور اللي تبتز بها نيرها لهذا الحد والضغط النفسي عليها الذي يصل بها إلى حد قرار الانتحار طبعا هناك تحقيقات مستمرة واهتمام كبير من قبل وزارة الداخلية في هذا الموضوع ولكن حتى الآن لم يتم تفاصيل أو إعلان بتفاصيل بشأن الطالبة شروق ولكن بعد قليل بعد انتهاء التحقيقات وانتهاء الملف الكامل التي تعد الآن وزارة الداخلية هيكون في تفاصيل احنا متابعين معاكو بكل ما هو جديد ولكن الآن الجديد إنه تم إقاف والد شروق عن العمل دي التفاصيل الجديدة اللي صدرت منذ قليل ولكن احنا ما زلنا متابعين معاكو ومتابعين كل ما هو جديد في هذه الواقعة الذي أثارت الحزن كبير في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أنه نيرا الزغبي تصدرت الترند قصتها كل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتدور على الجديد وحزينة حزن كبير على ما حدث ولكن احنا نقدر نقول أنه لازم أي حاجة زي كده أو أي حد يتعرض لابتزاز من أولادنا في مباحث انترنت وفي جهات كتير جدا ممكن تحقق في ده ولكن لابد أن احنا ناخد الخطوة وما نخافش وأي ابتزاز من أي نوع سواء بصور أو أي أنواع أخرى من أنواع الابتزاز لابد من التحرك وأخذ الأجراءات ولكن أكيد كان الضغط كبير جدا على نيرا اللي دعاها أن هي تاخد قرار الانتحار بكده عايزة مشاهدين أنا كنت وصلنا معاكم لنهاية اللايف دي كانت آخر التفاصيل والمستجدات من هنا كنا معكم من هنا من مدينة دميات الجديدة بالقرب من مسكن الطالبة شروع شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة